أنا متأكد زي ما أنت بتسمعني دلوقتي أنك أنت شفت الثعبين في منامك ويستحيل أن المقطع ده يكون وصلك وأنت مشوفتش الثعبين في المنام أنا عايز أقول يا جماعة الخير أن في عشرة تسعة منهم بيشوفوا الثعبين واحد منهم ما بيشوفش الثعبين خلال حياة يعني أنا عايز أقولك أنك أنت شفت الثعبان كذا مرة وأن بتتكرر عليك رؤية الثعبان في المنام فهل سألت نفسك ما هو تأويل رؤية الثعبان في المنام؟ وهي العلامات التي تدل على رؤية الثعبان في المنام في الواقع وازاي اعرف ان الثعبان ده عبارة عن عدو وعبارة عن سحر ده اللي انا يا سيدة حشرحولك في الدقايق اللي جاية ديت فقبل ما نبدأ نعيزك انك انت تكتبلي في التعليقات بسم الله ومش هتخسر اي حاجة لو انت دست لايك وعملتم شاركة دست لايك وعملتم شاركة لو انت عملت كده اكتبلي تم وتعالا مع بعض ان احنا نسورد كل ما يخص الثعبان في المنام في مثلا فتاة عزباء شافت الثعبان في منامها ثم بعد ذلك الثعبان ده ملتف حولين منها لكن مع الضهاش فما معنى تأويل هذه الرؤية اي واحدة عزباء قبل ان تتزوج ترى ان فيه ثعبان ملتف حولين منها وان الثعبان ده يعني سبحان الله ما هاجمهاش فتعرف ان فيه شخص بيوعيتها بالارتباط ولن يوفي بهذا الامر يعني انشأت فاجولي كداب فعشان كده فيه بنات كتير جدا او فتيات بتشوف الرؤية ديت ثم بعد ذلك يكونوا مرتبطين في الخفاء ولا يتم موضوع هذا الارتباط تعال بقى يا سيد الكريم وعايزك انك انت تركز معايا لان ده الرؤية الاولى الخاصة بيك بتقولي الرؤية ديت انك انت تشوف ثعبان ملتف حولين ذراعك او ان فيه ثعبان يعني سبحان الله موجود في حجرك او ان فيه ثعبان انت جالس عليه او بجوار منك فلو شفت الرؤية ديت في منامك اعرف ان الرؤية ديت دليل على ان فيه شخص والشخص ده انت ابتفق فيه ثقة عمياء وهو عدو يقولك بيحاول ان هو يوجعك في مكروه وبيحاول ان هو يضرك ضرر شديد جدا دي الرؤية الاولى التي تخث الثعبان للنساء والرجال بتدلي على عدو مفيش غيرها بتدلي على ان رؤية الثعبان عدو لكن في غيرها بقى بيدل على ان فيه اذى من جن ممكن يكون الشيطان اللي هو عايز اذيك ده دخل جسمك او بيفكر ان هو يخش جسمك فازاي اعرف بقى ان انا لو انا شفت الثعبان في منام يدل على السحر او يدل على ان انا اتصدب اذى من شيطان ده اللي انا هشرحه لك بالتفصيل فاقول سبحان الله في التعليجات عشان ادوس لك ليك كتبت سبحان الله تعالى يا عزيزي عايز اقولك ان رؤية الثعبان في المنام لما الانسان يشوف مثلا ان فيه ثعبان بيجر وراه وان الثعبان ده يعني سبحان الله حجمه ضخم وفجأة الثعبان ده عضك في المنام تصحى من ان انت بص تلاقي ان اثار العضة اللي عضها لك الثعبان في دراعك فدراعك واقف او فيه تنميل شديد جدا او ان رجلك بتقلمك او ان مكان العضة معلم وتيجي لو انت دست عليها بايدك تبص تلاقي ان فيه الام انت مش قادر انك انت اططئها هل حصل معاك ده ولا ما حصلش حصل معاك كذلك يا سادة الكريمة ولا ما حصلش لو حصل اكتب لي حصل في التعليجات لان عارف ده معناته ايه معناته انك انت تعرضت لسحر او انك انت سحرت من قبل الشياطين انفسهم ممكن واحد مثلا يكون قاعد في مكان وفجأة عضة الثعبان ضخم من قدامه كده تبسط لايه مر من قدامك فتترعب وتتأمل لما تصحى من الرؤية دي برعب جديد قوي كان بيدور في نفسك او بيدور في قلبك ده شيطان من شياطين الانس مش هيسيبك وربما انك انت توصل معه في قضية في محكمة تعالى بقى للرؤية الثالثة يعني سبحان الله اللي بتخص الثعبان عشان تعرف اذا كان الثعبان موجود في قلب البيت فتعرف ان الثعبان اللي موجود في البيت ده ان فيه حد بيخش بيتك بس الحد ده مش محمود خلص نهيا تقدر تقول كده انه ما فيهش خير عدوه ليك وبيحاول انه هو يضرك او يصيبك خليني بقى هنا اسأل سؤال لكل حد شاف الثعبان موجود داخل بيته هل فعلا حصلت بينك وبين حد من قريبك عداوة واكتشفت ان الحد ده في الآخر كان بيكره القرية العامة وبشو يتمنى ان هو يشوف الموت وما يشوفتش ياريت تكتبلي في التعليقات في بعض الاشخاص مثلا من الدرؤة اللي بتتكرر عن الثعبين عموما انه هو يشوف ان فيه مجموعة من الثعبين منتشرة ببيته والثعبين في كل مكان في البيت ويصحى قلبه مجبوض ومخضوض ما تتخافيش ولا تتأمل ايضا في الرؤية دي ولا تبحث عن تفسيرها لان باختصار بيتك محسود حسد شديد جدا فشغل فيه رقيا او حاول انك انت يعني سبحان الله تجيب اشخاص صالحين يأكلوا عندك في البيت فمعروف ان الاشخاص الصالحين تصحبهم الملائكة وبدعائهم وبركاتهم لك تزال كل عين ويزال كل سوء من قلب بيتك تعالوا بقى لرؤية الستة وهي رؤية مهمة انا معرفش الستة ولا الرابعة ولا الخمسة بس ما علينا ان فيه حد يعني سبحان الله يشوف ان هو بيكتل الثعبان وفعلا نستطيع ان هو يكتل الثعبان ده عارف الرؤية دي معناها ايه معناها ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك ان كان فيه حد يا عبد فيه حد كان بيحاول ان هو يصيبك بمكروه او يصيبك بضر لكن مكنتك منه فعشان كده في الحياة الواقعية اللي انت عايش فيها حتبصت له ان كان فيه مشكلة بينك وبين حد والمشكلة دي كانت خلاص او شكت ان هي تودي بحياتك بس ربنا سبحانه وتعالى نصرك على الحد ده واصبح ليك رفع عليه ولو شفت بقى سيدة ان هي بتكتل الثعبان فتعرف ان فيه شخص ما كانش كويس في حياتها او سيدة كانت بتنكر بيها بس ربنا بيخليك اتمكني منها فعشان كده الرؤى دية لازم ان احنا نركز فيها مش مجرد مثلا ان انا شوف اقول لا 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 ده مجرد حلمه خلاص لا دراسايا ربانية مرسولة لك من الله جل وعلا فلازم ان يكون فكرك وتركيزك فأي حاجة انت بتشوف عن الثعبين لو شاب بقى ان فيه شخص يعني سبحان الله ثعبان بيجر وراه وكل ما يروح مكان الى الثعبان ده متابعه ده تابع من الجن تابع الجن ده بيحاول ان هو يسكن جسمك بأي طريقة عايز ان هو اخش جسمك يستعمره كده ثم بعد ذلك تبصت لجي ان حياتك اتقلبت لجحيم انت ما انتش طايق حياتك مش طايق اهلك مش متقبل اي حد خالص نهيا في الحياة عشان كده لو شفت ان فيه ثعبان بيجر وراك استعز بالله مش شر هذه الرؤية انا مش عايزك برضو انك انت تحكيها لا اي حد اما رؤية الثعبين في المنام يعني سبحان الله نائمة او هادئة او رؤية الثعبين في المنام لونها اخضر ما هو تأويل او ما معنى رؤية الثعبان الاخضر في المنام شخص يدال خير ولكن يبطل السوء والقراهية ولو مثلا قلنا مثلا ان فيه مجموعة من الثعبين ملتفة حوالين بنتي او ان مجموعة من الثعبين ملتفين حوالين ابني فنعرف ان فيه اشخاص مش كويسين بيحيطوا بابنائنا او بيحيطوا بأولادنا وربنا سبحانه وتعالى بيجيب الرؤية دي لك عشان انك انت تحذر اولادك يا ولاد ابتعدوا عن الرفقاء السوء لاني مش هجيلكم منهم اي خير او ابتعدوا عن الرفقاء اللي هم يعني سبحان الله سيئين الخلق والاخلاق فعشان كده رؤية الثعبين دي انا مش عايزك انك انت تستوهنها نهائيا وباختصار خلينا اختصرها لخلص اشان ما تحاولش انك انت تبحث عن معنى الثعبان في المنام سواء كان الثعبان بيجروا قدامك فارضة زراعية او ان الثعبان موجود في بيتك او ان الثعبان يعني سبحان الله جاعد في مكان معين او ان شفت مجموعة من الثعبين او كتلة من الثعبين او ان فيه ثعبان مختفة حوالين منك او ان فيه ثعبان دست عليه فتعرف من خلال الرواء اللي انا ذكرتها دي بكل اصنافها بكل معنيها ان فيه عدو ليك والعدو ده ربنا بيمكنك منه وحاول انك انت تاخد حضرك وبيكون من الاخارب احيانا او من الدائرة اللي انت تعرف اما انه شفت ان فيه ثعبان انت جتلته او ثعبان قطعته نصين او ثعبان قطعت راسه او ثعبان دربته موته او ثعبان يعني سبحان الله مسكته وقضيت عليه فتعرف انك انت ربنا نصرك على عدو فتحمد الله جل وعلا اما انك انت تشوف انك انت فيه ثعبان بينك وبينه يعني مودة وحب وانك انت خف على الثعبان ده فمعناته انك انت بتتبع ظلم او انك انت بتتبع كبيرة او معصية او ان فيه شيطان في جسمك انت يعني سبحان الله مش عايز انك انت تتخرجه او ان فيه علاقة كويسة بينك وبين الشيطان فانت به اما الرؤية الاخيرة اللي بتدلي بقى على الازف الثعبين هي ايه انك تشوف ان الثعبان عضك فانا خليني اسأل كل شخص بيسمعني سؤال ايه الرؤية اللي شفتها عن الثعابين ممكن تكتبها لي في التعليجات بعد ما تدوس لايك وتعمل مشاركة وتخلي المقطع ده على صفحتك وتقول لنا اعملت لك ومشاركة وانا شفت كذا كذا هتلاقيني بجاوبك على سؤالك بالتفصيل بإذن رب العالمين المقطع ده لو عجبك ما تسوهش انه يقف عندك دوس لايك وعمل مشاركة وشاركه لعصحابك واصدقائك فاتدلع الخاركة فعلي دمتم فد في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله